النيجير هذا البلد واحد من أفطر بلدان العالم بالرغم من أنه غني جدا بالثروات مثلا على قول أوكسفام وأوكسفام هي شركة هي منظمة خيرية عالمية قالت أن من كل ثلاث لمبات من كل ثلاث أضواء يشعلوا في فرنسا واحدة منهم يمولها أو يغضيها اليورانيوم النيجيري مما يعني أن فرنسا ليس فقط اقتصاديا ستكون هزيمة لها في هذا الموضوع وإنما في قضية حيوية لأن اليورانيوم ليس موضوع بسيط يورانيوم هو مادة استراتيجية خطيرة وهو يستخدم أساسا في النووي سواء كان النووي السلمي أو النووي الحربي الحربي وفرنسا لديها الاثنين تقريبا ثمانين بالمئة من الطاقة الفرنسية من الكهرباء الفرنسية الكهرباء هي تأتي من المفاعل النووية وبذلك هي أكبر بلد في العالم يستخدم المفاعل النووية للطاقة تقريبا ثلث اليورانيوم يأتي من النيجير النيجير التي عبثت فيها فرنسا وما زالت تعبث ولديها فيها قواعد عسكرية وطبعا صحيح بالزوم هذا جاب انتخابات لكن انتخابات على الطريقة الافريقية التي تصنعها وتهندسها فرنسا العسكر هؤلاء أيضا صنعتهم فرنسا وتدربوا في فرنسا وفي أمريكا إلى آخره لكنهم شافوا بأن فرنسا لم تعد قادرة بعد أن فشلت في مالي وتردت من مالي وفشلت في بوركينافاسو وتردت من بوركينافاسو شافوا أنها لم تعد قادرة على الإطاحة بهم وبالفعل هددت فرنسا هدد ماكرون في البداية لكنه عاد وضع رجليه على التراب على ذكر ماكرون قبل أن نمضي خلينا نشوفوا بارك باش نذكروا صحافة العصابة صحافة الرونجيرس كيفاش يكون الصحفي مادام ذكرنا ماكرون قبل أن نعود للنشر شوف كيف يسأل صحفي فرنسي ماكرون رئيس الفرنسي وكان في العهدة الثانية وهذا ماكرون بالفعل انتخبن عند فرنسيين صحيح لما يكون لهم خيار كثير كان عندهم الخيار بين السيء والأسوأ فختاروا السيء كان عندهم خيار بينه وبين بنت السفاح اختاروا ماكرون لأن نشوف صحفي كيف يسأل صحفي؟ كيف يسأل صحفي؟ كيف يؤمنون؟ كيف يسأل صح对كم ما فرقين بالفعل؟ تقدمligنيا على الطعب انتخبز كيف يسأل صحفي من لغاية الحالة؟ وهو لا تزددد على الحياة، ف jogar دائما عندما نستطيع حلقة وخرجت بشكل شيئيه قد قالت!!! هذه الأساسية؟ لا! هذه التعريقية تشغل أهلا خاصة بها لم يأتيني، لذلك الأساسية... لا يوجد فرهما، لليس يمكن أن يكون ؟ لا يوجد فره مفرقيا، و يمكن أن يكون ذلك البعضة بكلهما، هل يمكن أن يكون ذلك فرية، لا يمكن أن يكون ذلك فرى رؤية، لا يمكن أن يكون ذلك فرقة لهمبيرات البعضة Et elles peuvent vous déplaire, mais nous sommes là pour le faire. Je réponds et je répondrai à toutes les questions. Ce que je fais, c'est que, d'une part, votre question amalgame des choses profondément différentes. Mais les mécontentements sont divers. C'est tout à fait juste, et ces mécontentements ont des racines profondément différentes. Les uns sont liés à des décisions prises. Les autres sont liés à un mal-être qui préexistait à mon élection. Et donc vouloir faire masse, c'est, en quelque sorte, présenter tout cela comme relevant d'une cohérence. Votrerolle, vous ne pouvez pas entendre que ce détectent pour vous ? Je vais vous répondre si vous m'y autorisez. يقولونه يقولونك أأنا يقولون أن يتخلق فيك تدرين هذه المواقع بسيجي假ى أدعين أن يضربس اتصرف على أي منقلاب لا يوجد أن لا يوجد ومن ونقل الى أعطف مواقع مع المواقع ليصالحين خلل مشذين عالي مقلين وهذه من كل شيء واضح بالإمكان سوف نرسل مقلم أو لا لا أعطف ولكن له هنا نفسك أن نفسك كما أنه يوجد مجموعة بأيكوناك إنه إلجيماً أن يتجابه بأيكوناك ماكرو ليس بسهل ماكرو يعني ماكرو يعتبر من أكثر البروبيغانديست ربما في الرؤساء الفرنسية ومن أكثر في البروبيغاندا أو في الخطاب يعني ليس بسهل لكن هذا الصحفي هذا الصحفي الحقيقي يطرح الانشغالات على الرئيس وشفته الخاتفي يقول له إيمانيا الماكرون قال هل بالباب أسمه يعني هاو الصحفي اللي يقول له ماكرون يجيبش يدور له يقول له هذا بليدوي يعني هذا شبه اتهام هذي هذي رهي مرافعة انت اتهام لي يقول له لا هذي كيستيوم هذي سؤال ويقول له رأيه ما كاش سؤال سيء فكرني في هذي قلت هنا الوحدة من ما يزعم الصحفيات مرة قالت لعلي يزعشتك بالسؤال يقول له لا لا معنا لا اعتبر ان هناك سؤال سيء او سؤال جيد هناك اجابة جيدة او اجابة سيئة اي سؤال قابل طبعا ما يبقى في طار الادب دائما فصحفي هنا وهذا لمن لا يعرفه هذا ادوين بلينل اعتقد هكذا الاسم انتع وينطق انتع عنده موقع يعتبر ان اعتبره افضل موقع في فرنسا مع التحفظ في الجانب الاخلاقي وما يدعمون بعض الاشياء التي يدعمونها وهنتحفظ عليها معد ذلك في السياسة في الاقتصاد في معارضة الاستعمار في معارضة الهيمنة الفرنسية هذا الموقع ميديا بارت من افضل افضل موقع في فرنسا مش من الافضل هو افضل موقع في فرنسا في ما اعرف يعني فصحفي شوف كيفاش طبعا هذا ففي نهاية المطاف ماكرو هذا معجاش بالتزوير وهذا ماكرو عنده سلح نوي تحتيده وهذا فرنسا تبقى فرنسا يعني بامكانياتها وبقدراتها لكن صحفي صحفي شبهوه مع هذوك اللي تلاقاوه مع تببون وانجا تببون يفهم واللي حطوا تببون يفهم انه بالعكس بيد ما تجيب معارضة قوية وبيد ما تجيب صحفيين بتاع الصح مهنيين ويعرفوا تحو الأسئلة هكذا تقوي الخطاب وتقوي الفكرة والله في كل البرامج اللي درتها كان أدائي دائما هو الأفضل عندما واجه ناس قادرين على المجادلة وقدرين على النقاش وقدرين على التحاور وقدرين على الجدال وحتى لو كان صاخما أكثر البرامج اللي درتها واللي نعتبر أنها كانت ناجحة هي اللي قابلت فيها خصوم أقوياء لأن ثم وانتباني القوة تاعك وتباني القدرة تاعك على الإقناع وتباني القدرة تاعك على الرد وليس تجيب كما ليش ولا تجيب من يش عرفان ريال مادريد يروح يلعب مع الكارتي بتاع أخذ أي كارتي باش من نسميه شي هذه هي فتبون العثن من كل ناحية يجيب من يقدسه ويزيد يعاونه في الكلمات ويزيد ويا ليت كان تبون يقول صح يعني يقول نامبورسكوه هم يحكوا في رسالهم يعني يدوروا في رسالهم يعني بدنا فقط على ذكر ماكرون والنيجر طبعا ميديا بارت يوجه انتقادات شديدة جدا لماكرون كين صحفيين آخرين لماكرون وليدوروا في الانهيارات انهيار النفوذ الفرنسي في إفريقيا طبعا كين اللي يعارضون أصلا لفرنس أفريق واحد مثل ميديا طارت مثلا الموقع ولكن كين اللي يرون أن ماكرون يتسبب في بعنجهيتو بكبرياء ب يتسبب في انهيار ما بقي من النفوذ الفرنسي في إفريقيا وهو بالفعل يحدث ولذلك عجزت مجموعة الكواص اللي كان ما اعتمد عليها ماكرون كثير باش تقوم بالتدخل العسكري عجزت على حد الآن على التدخل العسكري واعتقد أنها لن تتدخل عسكريا خاصة يدخذنا في الاعتبار ما يحدث مجموعة أشياء على الأقل خمسة أو ستة أشياء كانوا هدوا بأنهم سيتدخلون في الأسبوع الأول تحت الضغط الفرنسي وعموما الأوروبي بالمناسبة إذا استثنينا إيطاليا بعض الدول تحفظت لكن كين دول كانت من الخلف تدعم في الموقف الفرنسي دول أوروبية خاصة ألمانيا الموقف الأمريكي ضعف الموقف الفرنسي في النيجر لأنه لم يقل لحد الآن الأمريكان ما قالوش أن ما حدث في النيجر انقلاب لأنهم بمجرد أن يقولوا أنها انقلاب كان واحد البروستيسي كما يقال واحد الإجراء ينطلق أوتوماتيكيا تطبق فيه قوانين أمريكية على الانقلاب فيقطعون علاقاتهم معه الولايات المتحدة لماذا لم تفعل ذلك؟ لعدة أسباب سبب الأول لأنها ترى أن فرنسا بدأت تضعف وبدأت تخسر نفوذها في إفريقيا وأنها لن تستطيع أن تواجه لا روسيا ولا الصين فتريد أن ترثها لذلك هذا الموقف الضبابي الأمريكي تريد أن ترث فرنسا كما ورثتها في أماكن أخرى وكما ورثت بريطانيا خاصة سبب الثاني أن الجنرالات الطغمة في مالي والطغمة أيضا في بوركينفاس ونسميهم طغم لأنهم انقلاب هذا لا يعني عندما ندين الانقلابات لا يعني أننا مع التدخل الخارجي أنا بين الانقلاب والتدخل الخارجي لا أختار لكن لو جئت للاختيار فأني سأكون أشد رفضا للتدخل الخارجي منه الانقلاب تدخل خارجي خاصة الغربي أو الشرق الروسي أو الصيني الأفريقي في حدود قد تجد له بعض الاعتبارات إذن بوركينفاسو ومالي وغينيا كوناكري رفضوا التدخل الخارجي بل أن مالي وبوركينفاسو قالوا أنهم سيقاتلون مع عسكر نيجر الأمر الثالث في نيجيريا هناك معارضة شديدة خاصة من المسلمين المسلمين يشكلون أكثر من نصف سكان نيجيريا فالولايات نيجيريا هي بلد اتحالي فيدراني تشكل من ولاياته عبارة عن دول أقرب إلى دول مثل الولايات المتحدة الولايات الشمالية هي مسلمة تغلبها الأغلبية المسلمة الأغلبية المسلمة علمائها نوابها يرفضون تدخل الخارجي لاعتبارات متعددة منها أن لديهم علاقات قبلية ودينية ومذهبية مع النيجير ولذلك أرسلوا علماء نيجيريا الواحدين لاستقبلهم قادة الانقلاب بما فيما عبد الرحمن الشياطي قاعد الانقلاب هم علماء نيجيريا واستمع إليهم وهم بيناتهم طرق صوفية إلى آخره فبطاعة الحال كان حتى ساداتوا يعني في العلماء الذين ذهبوا هناك ساداتوا يقبله وأرجلهم يعني هذا الجنرال والجنرالات الذين قاموا بالانقلاب فهؤلاء العلماء إضافة إلى بعض قادة الولايات المسلمة إضافة إلى جزء من البرلمان النيجيري كلهم يرفضون التدخل ونيجيريا هي أكبر بلد اللي يمكن أن يتدخل عندها مئتين وعشرين ألف عسكري جي بعدها كوديفوار وجي بعدها سينيغال وجي بعدها غانا وبينين هذه خمس دول في الأقوة ستوريدان تتدخل لكن كل هؤلاء الجيوش لا يسيرون إلى ثمانين ألف كوديفوار الكوديفوار حوالي ثلاثين ألف عسكري سينيغال حوالي عشرين ألف عسكري غانا أقل من عشر ألاف والبينين أقل من خمس ألاف أيضا هذا السبب آخر هو أن في نيجيريا هناك معارضة شديدة للتدخل العسكري الأمر الثالث أن الجنيرالات في النيجير هددوا بأنهم سيحاكمون بازوم متهموا بالخيانة وقالوا أنهم سيحاكمونه لكن قالوا أنهم سيقتلونه بعض الجهات القريبة منهم قالوا أنه سيقتل إذا كان هناك تدخل خارج هذا أيضا زاد عقد الأمر الأمر الآخر هو أن كما قلنا الموقف الأمريكي الموقف الأمريكي ليس فقط في مواجهة فرنسا ولكن أيضا الموقف الأمريكي يعتقد أنه طرد فرنسا قد يكون إيجابي وهو اللي يسمح له بشيواجه الروس اللي رأى عندهم مداخل في النيجر موجودين في مالي وموجودين بوكينافاسو وفي إفريقيا الوسطى ولكن في النيجر أيضا يريدون دويت واجده فالأمريكان يستطيعون أن يواجهونهم وأخطر من الروس الصين لأن إذا وضعت الصين يدها على اليورانيوم في النيجر وباقي المعادن فهذا مشكلة كبيرة للغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمر الآخر أيضا اللي يعطل يعطل هذا الموضوع عند التدخل هو أن العسكر في النيجر استطاعوا أن يظهروا أن هناك شعبية للإنقلاب صحيح اللي يخرجوا من التوحهم يعني لكن الآخرين اللي معترضين على الإنقلاب ما خرجوش خوفا أو جبنا أو من رد فعل العسكر فهذا أيضا زاد عمق أنه بالعكس الشعب مع الإنقلاب كل هذه الموضوعات تخلي بأننا على أبواب أن يفشل تدخل العسكري تعالي الكواس خاصة أنه عندما التقى البرلمان هذا برلمان الكواس متقسم بل أن بعض البرلمانيين نيجيريين اعترضوا على موقف الرئيس نيجيري اللي هم متحمس جدا للتدخل فهذا كله يخلي يضعف المتحمسين للتدخل الخارجي مما يعني أن جنرالات النيجير صحيح يتعرضون قطع عليهم الكهرباء نيجيريا قطعت الكهرباء أكثرية الدول الغربية قطعت المساعدات والنيجير تعتمد تقريبا 50% من ميزانيتها على المساعدات الخارجية أغلقوا الحدود الجوية مغلقة أغلقها أهل الطغمة ولكن الحدود البرية مغلقة أيضا هذا صعب عليهم أن يستمروا لكن اعتقادي أن الولايات المتحدة راح أدير معهم تفاوض على شوما قالوا راح نحاكموا بازوم ربما هذه حتى الفكرة جاتنا عند الأمريكان يقولون هنقولوا نحاكموا بازوم ومن بعد هنحنا نتفاوض معاكم وتعطونا بازوم طبعا بازوم سيكون محظوظ مقارنة مع مرسي رحمه الله اللي الغرب تفضوا وبعض الدول الغربية تواطعت من الخلف مع السيسي لكي مش فقط ينقلب عليه وإنما يسجن ويقتل بداخل السيشن ومعه قتلاء المئات سواء داما أو بالتعذيب أو من المصري فبازوم يبقى محظوظ في الأخير أنا في اعتقادي أن الأمر سينتهي كالتالي في الغالب هذا أحد السيناريوهات وهو أن يتم العفو على بازوم مقابل أن لا تقرر الولايات المتحدة أو لا تقول أنهم قلاب وتبدأ الولايات المتحدة تأخذ مكان فرنسا تطرد فرنسا من النيجر ذلك شيء رائع ممتاز إخراج فرنسا من إفريقيا يجب أن يكون أولوية الأولويات للأفارقة بشرط لا يتم استبدال فرنسا لا بروسيا ولا بأمريكا ولا بالصين ولا بالهند ولا بالإمارات ولا بتركيا ولا بغيرها إفريقيا يجب أن تكون للأفارقة هذا هو ولا بألمانيا ولا ببريطانيا ولا بغيرهم يجب أن تكون للأفارقة استبدال طرد فرنسا عمر جيد جيدا استبدالها بقوة استعمارية أخرى كارثة لأن الاستعمار هو الاستعمار بل قد يكون الاستعمار الروسي لا يقل ربما أكثر بشعة أو فضاعة ربما من الاستعمار الغربي في الوقت الرحاضر لأن الآن في الوقت الرحاضر كين الانترنت وكين الإعلام وكين المعتارضين وكين الجمعيات وكين المنظمات الخيرية والسياسية التي تعترض على أي مكر يحدث في أي مكان في العالم في الغرب بينما في روسيا لا تستطيع أن تفعل ذلك ولا في الصين لا أحد يستطيع ومرة مرة بعض المعارضين الروس يطحنون طحن أو الصينيين أو يختفوا إلى الأبد أو ينتحرون دائماً طابق الثامن أو السادس في روسيا النقطة الأخرى لكي نقولها نيجيريا في حداتها اليوم مثلاً في مقتل أكثر من 26 جندي نيجيري وإسقاط مروحية كانت تريد إنقاذها هؤلاء أو بعض هؤلاء الذين جرحوا في معركة بين من ومن؟ بين خطة طرق والجيش النيجيري الجيش النيجيري يواجه على الأقل أربع مراكز كبرى للتمرد في نيجيريا يواجه بوكو حرام والمجموعات المرتبطة بها في الغالب يقولون مجموعات إسلامية سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية بالمناسبة ويواجه مجموعات بطاعة طرق وهم متعددين جداً في نيجيريا ويواجه انشقاقات قابلية خاصة في الجنوب الشرقي في الجنوب الغربي وأيضاً التمردات التي تأتيه من بلدان أخرى مثل الكاميرون ومثل كل البلدان المجاورة لها فيها تمردات وكثيراً ما تتداخل أو تتصارع في نيجيريا ولذلك أكبر جيش إفريقي اللي هو الجيش من هذه الدول الجيش النيجيري دول الأكواس يجد نفسه واليوم كانت الدليل أنه ضرب الأثيوبيين برغم أنهم بعاد وبرغم أنهم ليسوا جزء من الأكواس طبعاً الجيش الإثيوبيا أيضاً يعتبر من أكبر جيوش لكن إثيوبيا أيضاً بالمناسبة قتل فيها 26 شخص عبر غارة جوية على ميدان مزدحم في قليم مهرة نطلع الأسبوع في حين ذكرت منظمة محبوخية عينتها الدولة تفاصيل عملية قتل المدنيين واسع ما زال هناك شبه حرب أهلية في إثيوبيا صحيح توقفت العام الماضي بعد مقتل عشرات الألاف لكن عادت من جديد خاصة في منطقة التيجري وفي منطقة أمهرة وهذه المنطقتين كانوا هم اللي حكمون أثيوبيا بشكل أو بآخر والآن يشعرون بأنه تم إبعادهم